استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي سلطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين وأنجاله الأمير جعفر الصادق عمد الدين والأمير طاه نجم الدين والأمير حسين برهن الدين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي أشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة وبالدهور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند والوفد المرافق له وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة وبالدور الذي يقوم به السلطان بترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر ومؤكدا حرص الدولة على الاستمرار في مصار التنمية في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق التاريخية بالقاهرة التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري من جانبه أكد سلطان البهرة تقديره البالغ للسيد الرئيس وللجهود التنموية التي تقوم بها مصر على جميع الأصعيدة وما يشاهده من استمرار التقدم والتطوير في مصر فضلا عن حرص الدولة والسيد الرئيس بشكل دائم على تعزيز مبادئ وقيم المواطنة والتسامح بما يعزز تعايش والسلم الاجتماعي كما نوها سلطان البهرة إلى الدور المصري المقدر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم مشيدا بسعي مصر الدؤوب للعمل على إنهاء الحروب والنزاعات لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب